طيب يلا السلام عليكم انا والله العظيم فعلا مش عارف ما كانش ينفع اشوف البست او البس المباشر بتاع احمل عفيفي رجل المحترم وما ردش بعد بست المستشار التركة الشيخ والله جماعة اللي بيحصل ده بيكشف قد ايه ان كان في ناس مغيبة عن اللي بيحصل وانا واحد منهم يعني مش هستبعد نفسي من الكلام ده الناس اللي ما تعرفش اللي حصل احكي لكم برضو كده سريعا اللي حصل احمد عفيفي عمل بس مباشر بيتكلم مع ابو ناصر المستشار تركة الشيخ بيقول له انت ليه رايح الاتجاه ده تاني عاوز يقول له انت تلدخت مرة منهم ومن الجمهور وتشتمت بقى بشع الالفاظ ايه اللي موديك للنادي ده تاني وايه اللي موديك للناس التانية اللي عالعموم عالعموم يعني ان عفيفي اه بيقول الناس دي فتحت لك اه دراعتها وقفت معاك ويه سندتك علشان خاطر اه تبقى معاهم فما ينفعش النهاردة ترجع تهددهم مرة تانية وترجع تقول اه الكلام ده انا عايز اقول لك بس على حاجة مهمة جدا يا جماعة والله العظيم اه الموضوع مهم جدا اولا اه رسالتي لاحمد عفيفي اول استاذ احمد عفيفي ما حدش حط ايده في ايد المستشار تركي الشيخ وما استفدش دي رسالة مهمة جدا يعني النهاردة المستشار تركي الشيخ لما تيجي تتكلم معاه وتقول له احنا وقفنا واحنا سندناك لا بص بقى معلش يعني على النادي بتاعك على الصفقات اللي انت جبتها على بطولة الكونفدرالية اليتيمة اللي انت حققتها في اخر سبعتاشر سنة والاخر تمنتاشر سنة وبص الكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا اذا الراجل فادك فادك وفاد ناديك اكتر ما انت فتو واكتر ما انت وقفت جنبه عايزين نقولك بس على حاجة ان اللي حصل بين اه المستشار تركي الشيخ والنادي الاهلي مفهوش جحود وانكار من حد بالعكس المستشار تركي الشيخ لما جي يا اوستاذ احمد كان جي على النادي الاهلي هو رجل اهلاوي وبيحب النادي الاهلي والراجل جي مع الكابتن الخطيب وسند الكابتن الخطيب في حملته اللي كانت صعبة جدا جدا على الكابتن محمود الخطيب لان كان قدامه مرشح قوي لمهندس محمود طاهر وجي ووقف في ظهر الكابتن محمود الخطيب وسنده حتى حقق النجاح ثم بدأ بحلم جمهور النادي الاهلي الاستاذ وبدأ كمان في الصفقات تعالى بقى اشوف حضرتك كان رأيك ايه وكان رأي رئيس ناديك ايه وكان رأي جمهورك ايه اللي انتو التلاتة دلوقتي بتحاولوا التوقيع تاني بين النادي الاهلي وبينه وبين الجمهور وبينه طبعا اللي انا بتكلم فيه اللي الناس لازم تفهمه ان ابو ناصر لما جي النادي الاهلي كان جاي رجل محب للنادي والنادي علم بتقدير ومكانة ابو ناصر فجعله رئيس شرفي للنادي الاهلي فالنادي الاهلي يستحق مكانة كبيرة والرجل ايضا يستحق مكانة كبيرة فالاتنين اتلقوا مع بعض حضراتكو بقى دخلتوا سخنتوا الدنيا وبدأتوا توقعوا الدنيا وبدأتوا تتناقشوا وتتكلموا كلام ما حصلش وفيه كفيل ركبكو وفيه كفيل وقدرتوا تحقنوا الجمهور وتسخنوا الجمهور زائد الخلافات اللي في وجهات النظر اللي حصلت بين المستشار تورك الشيخ والكابتن محمود الخطيب وبمسندتكو مع واحد من اعضاء مجلس الادارة الموقرين اللي موجود في مجلس الادارة بدأ ينقل الكلام غلط لابو ناصر وينقل الكلام غلط لبيبو وبدأت المشكلة تكبر وتكبر وتكبر لغاية ما الراجل بدأ يبص لها فيش تيمة بأمه وبدأ الكلام تاني اللي عايزة اقوله لك ودي اول رسالة مفيش توقع تاني بين النادي الاهلي وبين مجلس ادارة النادي الاهلي وبين جمهور النادي الاهلي وبين تورك الشيخ لان المستشار تورك الشيخ هو فهم وانت دلوقتي حاولته بمكالمات مضروبة حاولته برسائل مضروبة حاولته بصفحات مضروبة وانت دلوقتي تطالع بمش اعيزة اقولك لأ يعني انت طالع من حقك تتسول لناديك من حقك ان انت تطلب دعم لناديك لكن في النهاية في النهاية وانتو كلكم وجمهور النادي الاهلي سمع كمان امير مرطنى منصور وهو بيقول هيعتمد على الناشئين في الايام اللي جاية اذا فحلم الاستاد هو حلم النادي الاهلي وجمهوره وطلاقة مع المستشار تورك الشيخ اللي وعد بتنفيذه في اول الامر حلم ان نشوف نادي الاهلي في مصاف الانديها العالمية وانه يزقه ويسنده ويروح لنادي الاهلي لمكانته الطبيعية كان موجود يا استاذ احمد وكان بينه بين النادي الاهلي وبين جمهور النادي الاهلي محبة واحترام وتقدير لم يبخل ابدا على النادي الاهلي في شيء والنادي الاهلي لم يبخل معه في اي شيء فالنهاردة حضرتك جاي دلوقتي وبتقول له انت هتروح لنفس النهاية النهاية دي انتوا اللي صنعتوها بتوقعكوا بينه وبين النادي الاهلي بكلامكوا في الاعلام ان فيه كثير طب هو الخطيب اللي قرر ولا تورك اللي قرر الحاجات دي كلها كانت حاجات مهمة عفوا فانا عارف انكم زعلانين عارف انكم محروقين عارف ان الموضوع اثر عليكم جامد جدا يا جماعة اللي انتوا النهاردة درسالة قوية جدا 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 انتوا شايفينها انتوا استفدتوا من المشادة ومن اللي حصل وزي ما بقول لحضرتك الراجل محب للنادي الاهلي والراجل مدعم وداعم لكيان النادي الاهلي ولن يستطيع احد على وجه القرى الارضية تاني التوقيع بين النادي الاهلي وبين المستشار تورك الشيخ لان الراجل اثبت في الايام الماضية انه بيحب النادي وشار النادي وبيحب الجمهور والاهلي وجمهوره من الموضوع بالنسبة لهم مش موضوع فلوس ابدا ولا موضوع الاهلي محتاج فلوس الاهلي جاب اعظم الصفقات الاهلي جاب اعظم الصفقات في الفترة اللي لكن في النهاية هذا الراجل محب للجمهور محب للكيان شوف فعله مع حماسة شوف فعله مع مؤمن زكريا اه شوف غيرته على النادي الاهلي شوف لما انتم كنتم بتتعاملوا بحرقة على مع برامتس ويكسب الاهلي والكلام ده كله انت في النهاية كان الراجل بيقولك انا كنت قاعد بشجع النادي الاهلي احنا بالنسبة لكم اه بالنسبة لكم العلاقة عمرها ما تساوت بين الناديين لان النادي الاهلي ما بيشوفش الراجل بس علشان هو بيدعمه او دعم مادي النادي الاهلي عارف مكانته وعارف الراجل ده بذات يقدر يودي النادي فين ويقدر يدعم النادي فين اما موضوع انكم تتسولوا الدعم دلوقتي او بتقولولوا انا ما عنديش مشكلة انك تطلب دعم الناديك لكن المشكلة الكبيرة انك انت بتحذره من نفس الرد الفعل رد الفعل ده انتو اللي عملتوه رد الفعل ده انتو اللي اتفقتوا عليه مع احد اعضاء مجلس الادارة اللي راح جاء اتفق مع بعض من الجماهير في الدقيقة كذا يبدأوا يجتموا عشان توصلوله ان النادي الاهلي وجمهوره بيجتموه النادي الاهلي وبجمهوره وكيانه وتقديره لو انهم فيكوا حد فعلا بحب ابو ناصر كان قال له متخليش شركة صلة تبعد عن النادي الاهلي متبعدش عن جمهور النادي الاهلي الناس دي بتحبك وتقدرك لكن انتو كل اللي انتو حاولتوا عليه انه كنتو تاخدوا اكبر استفادة من الراجل الراجل فتح دراعه للنادي الاهلي وفتح قلبه واللي أنا عرفه والله العظيم والله العظيم اللي أنا عرفه إن النادي الأهلي برضو فاتح قلبه ودراعاته والكابتن محمود الخطيب والراجل رد على الكابتن مصطفى يونس في كلامه قال له أنا هزور الكابتن الخطيب وأنا عارف إن الموضوع مش موضوع مين فيهم يزور التاني الكابتن الخطيب على أقص تقدير إن هو يزور المستشار تورك الشيخ اللي أنا عايز أقوله إن خلاص العلاقة ردت وبقت قوية وإن شاء الله بإذن الله حلم اللي استاد راجع دلوقتي إنتوا شايفين إن هو لما بيدعم ويريد جمهور النادي الأهلي يفهم خلاص بقى القصة القصة قصة قصة مبنية على الاحترام والتقدير القصة مش قصة فلوس والقصة مش قصة دعم لا القصة قصة حب واحترام يعني المستشار تورك الشيخ لما بدأ يرجع في علاقات ما جابش لعيب ما بناش استاد لكن تقديره البسيط مع حمص تقديره البسيط مع مؤمن تقديره البسيط في لفتته بعت بوكي ورد الكابتن محمود الخطيب لفتته الجميلة في إنه رفض إهانة بيت وعرض الكابتن الخطيب تنم عن إنسان عربي مسلم لا يقبل أبدا الإهانة وملوش في المتوسطات دي فأنا اللي أنا بقوله لك اللي أنا بقوله لك العلاقة بيننا وبينه خلاص اتبنت على الاحترام والتقدير ومحدش هيقدر يعتب ناحيتها تاني وخلاص إحنا فوقنا لإن إحنا قلنا زي ما إحنا قلنا الحاجات اللي إنتوا عيبتوا على نادي الأهلي فيها ما تجيش واحد على مليار من الشحات والتسول اللي شفناه من الناحية التانية وبرضو الراجل في النهاية هو محب حتى لما أنت زي ما أنت بتقول استقبلتوه وفتحتو المكان وانتظرتوه أكتر من يوم كامل خمس ساعات توقفين على رجلكو كان الراجل بيكتب بوسط يقول أنا أهلاوي ومش هين عليه يسيب النادي الأهلي جمهور الأهلي مقدر جدا جدا يا جماعة اللي بيحصل ده وجمهور النادي الأهلي مش هيقع في الفخ ده تاني أهلا وسهلا بأي محب للنادي أهلا وسهلا بأي دعم للنادي طالما هيتماشى مع الأخلاق والمبادئ اللي النادي الأهلي اطربوا عليها أهلا وسهلا بأي إنسان يحب النادي الأهلي هيلاقي النادي الأهلي بجمهوره في ظهره حتى زي ما قلت لكم لو ما كانش فيه دعم مادي ما كانش فيه صفقات ما كانش فيه اي حاجة لا النادي الاهلي جمهوره اكبر من كده النادي الاهلي اللي جمهوره طاير مسامة من تقدير المستشار تورك الحمص من تقديره لمؤمن زكريا العلاقات الطيبة ستعود في الاطار المحترم اللي هو بيتبني عليه النادي الاهلي مش كل حاجة ترى حين افقق عينيك واضع مكانهما جوهرتين سامنتين ترى هل ترى هي اشياء لا تشترى الحب والمحبة اللي في قلبه للنادي الاهلي تخليه يحط كل حاجة في ده النادي الاهلي وعدم الحب ده وعدم التشجيع ده من قلبه مهما قصر المتسولون مهما قصر المتسولون هتخليه يحط رجل ورجل لان الراجل فهم ان الكيان الكيان اللي هو النادي الاهلي النادي الاهلي وجمهوره بيحبوا ابو ناصر والله هم زعلوا زعلوا من ابو ناصر لانه الخلاف اللي دخل بينه بين النادي الاهلي او حتى بينه بين الكابتن الخطيب دخل فيه النادي الاهلي شركة صلة وواواوا فالجمهور شعر ان هو بينتقب من النادي لكن لما فهمه فهمه الكلام ده عايز اقولك ان الاهلي وتورك بقوا اخوات وكفاية بقوا وبطلوا اشعات العودة عودة محمودة وان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي وتورك الشيخ هيستفيدوا من بعض الاستفادة اللي هي استفادة المحب والداعم وانا اظن جيدا جدا ان رجل بهذا الزكاء ورجل مثل الكابتن الخطيب بهذا الزكاء وبهذا الحزم انه هيقدروا يوصلوا للمبادئ اللي انتو مش قادرين توصلوا لها ان انت شفت حد في النادي الاهلي طالع يطلب كده هل شفت حد لا اللي انا بقوله لك ان النادي الاهلي بيحترم من يحترمه ويوقر من يوقره وانتم من ادخلتم الخلافات بين النادي الاهلي وبين تورك الشيخ انتو اللي نفقتم في النار وانتو اللي اتفقتم مع ناس تطلع تشتم وانتو اللي لحقنتم الناس بينها وبين بعض عشان تستفيدوا ولكن الاستفادة كانت لناديكم ولا كانت لبعض اشخاص وجنبها النادي الاستفادة الأكبر إن شاء الله وإن كان أنا رجل محب للأهلي ورجل مشجع أهلاوي فإن كنت هبني فهبني للنادي الأهلي أكيد مش هبني لحد تاني العلاقات الطيبة اللي أنت بتقولها وكمان حتة أنه سعى في محاولة دخول أبو تريكا لمصر مرة تانية حتى لقت إقبال وإعجاب كبير هل جمهور النادي الأهلي اللي بس بمجرد إعلان الصلح إقاف برنامج على قناة الحدث وإقاف السب والشتم الكابتن الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي الاتفاق مع الأمن على عودة الجمهور كله للمدرجات واللعبة في استاد القاهرة الشكل الاستثماري لبناء الاستاد بتاع النادي الأهلي كل الامتيازات اللي بدأت تحصل من مجرد بس إعلان خطوة تصالح هل الجمهور هيسيب ده ولا الجمهور هينسى ده إحنا خلاص فهمنا لعبتكم وفهمنا أنتوا عاوزين إيه كويس والموضوع انتهى بيننا ومش موضوع دعم نحن يعني النادي الأهلي لا ينتظر أبدا دعم من حد النادي الأهلي ينتظر محبينه ومساندينه اللي يقفوا في ظهره ويكبروا ويكبروا بيه فأهلا وسهلا بترك آل الشيخ في بيته وأنا ديه وأهلا وسهلا بيه وأهلا وسهلا بأي محب ومساند وكل شيء وطال عمره طال عمره ترك الشيخ حبيب أمه أشوفكوا على خير ومعلش يا نجم معلش معلش أنا بقولك الحنفية اتقفلت الحنفية اتقفلت ومنتظرين آآ بقى الخطوة الجاية إن شاء الله إنه يكمل لنا موضوع أبو تريكا وخلي بالك في التلات سنين أو السنتين أو السنة اللي حصل فيها خلاف لم يخرج مننا مزيع ولم يخرج مننا حد يتسول ولم يخرج مننا الشيء لأننا تعلمنا أن المحب سيذهب ثم يعود لأن قلبه دائما لا يرتاح إلا في حضن حبيبه باي باي نجم